الحمد لله رب العالمين ونحن في ليلة الأحد ليلة الثالث من ربيع الأول لعام واحد واربعين واربعمئة ألف الموافق ليلة الثالث من الشهر الحادي عشر لعام تسعة عشر والفين وما زلنا مع الحديث الثاني حديث جبريل وقد بلغنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وتؤمن بالقدر خير وشر نعم فضل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشيخنا وجميع المسلمين قال الشارح رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم وتؤمن بالقدر خيره وشره وهنا أعاد صلى الله عليه وسلم الفعل تؤمن لأهمية الإيمان بالقدر لأن الإيمان بالقدر مهم جدا وخطير جدا نعم أفادنا شيخنا رحمه الله تعالى بأن الإيمان بالقدر مهم جدا وخطير جدا تكمن أهميته في ماذا يا أخوان في أنه ركن من أركان الإيمان من لم يؤمن به لا يصح إيمانه يكون كافرا محروم من الجنة يخلد في نار جهنم شيخ خطير جدا يجب عليك أن تؤمن بالقدر لو جئت بالإيمان كلها إلا القدر ما صح إيمانك لو جئت بالعبادات كلها وأنكرت القدر ما صح إسلامك وما قبل منك شيء واجب عليك أن تؤمن بالقدر كما أخبرنا الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر خلق كل شيء فقدره تقديرا ما معنى أعاد الفعل صلى الله عليه وسلم تؤمن لأنه قال جبريل عليه السلام ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر لم يقل والقدر وإنما قال وتؤمن بالقدر خير وشر قال أن تؤمن بالله إلى أن قال وتؤمن بالقدر خير وشر وإذا كحتى بعضها العلم يقول أن أصول الإيمان خمسة لماذا إيمان بالله ملاكته كتبه رسله ملاكه طيب والقدر قال القدر هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للتوكيد عليه والأهميته لا لأنه ركن مستقل لأن القدر أصدر إيمان به من الإيمان بالله كما سيأتي الإيمان بالقدر هو أن تؤمن بكتابة الله بعلم الله وكتابته ومشيئته وخلقه وهذه صفات الله عز وجل يعلم وكتب وشاء وخلق فإذا ذكره على سبيل ماذا الاهتمام به لأهميته فقال عليه الصلاة والسلام معيدا الفعل قال وتؤمن بالقدر خير وشر وهذا كثير في لغة العرب يُعطف الخاص على العام للأهمية ويُعطف العام على الخاص للأهمية قال جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين أليست الاستعالة فرده من أفراد العبادة؟ ومع ذا قال إياك نعبد وإياك نستعين لأنه لا بد العبد من العون من الله عز وجل حتى يعبده من لم يعنه الله عز وجل لا يستطيع حتى يسبح تسبيحه إلا أن يعينك الله فذلك جاء بالحديث اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قال جل وعلا ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم سبع المثاني أيش أخوان الفاتحة سبع آيات تثنى وتكرر فقال ولقد آتيناك سبعا من المثاني طيب السبع المثاني ليست من القرآن الفاتحة ليست من القرآن فخصها بالذكر لأهميتها لأن أعظم ما أنزل الله من القرآن الفاتحة أعظم سورة فقال جل وعلا ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم فقال جل وعلا قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال جبريل وميكال من الملائكة فأفرد ذكرهما لأهميتهما وفضلهما وقال جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى أليست هي من الصلوات فأفردها بالذكر لأهميتها وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها صلاة العصر فهنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتؤمن بالقدر مع أن الإمام بالقدر هو من الإمام بالله فأفرد ذكره لأهميته فذلك قال الشيخ الإمام بالقدر مهم جدا ثم قال وخطير جدا عرفنا لأنه مهم لأنه من الإمام بالله ولا يصحب إمام عبد حتى يؤمن حتى يؤمن بالقدر أليس كذلك؟ بل أن ابن عمر رضي الله عنهما ساق هذا الحديث لرجل قدم من البصرة فقال هناك قوم في البصرة يقول لا قدر لا قدر وإنما الأمر أنف يعني يستأنف الأمر لم يكتبه الله في الأزل فقال ابن عمر لا يعني ما يؤمن ما يصحب إمامه حتى يؤمن بالقدر ثم ساق حديث جبريل قال بينما كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليه رجل شديد بياض ثياب شديد سواد الشعر وذكر أيش الإمام بالقدر قال ما دام ما يؤمن بالقدر ما يصح الإيمان فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل أن تؤمن الله ملائكة وكتبه رسول يوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر فعرفنا أنه مهم لكن ماذا يقصد الشيخ بقوله وخطير جدا ماذا يقصد خطير إمام القدر مهم طيب خطير أيش خطير قال خطير لأن الزلل فيه كثير القدر باب تاهت فيه أوهام وزلت فيه أقدام كثير من الناس انحرف في باب القدر وأشهر من انحرف في باب القدر القدرية ثم قدرية نسبة عكسية لماذا هم قدرية لأنهم لا يؤمنوا بالقدر لا لإثباتهم القدر بل لإنكارهم للقدر فلأنهم منحرفون في باب القدر إلى عنهم القدرية ولهم اسم آخر يشترون بمنهم المعتزلة إذا قيل القدرية أو المعتزلة فهم شيء واحد وقابلهم بالانحراف الجبرية اللي هم الجهمية المرجعة ثلاث جيماتهم فرقة واحدة يسمون جهمية نسبة لجهم الصفوان ويسمون الجبرية لأنهم منحرفون في باب القدر وقالوا العد مجبور على أفعاله ولما شيئت له فقيلوا عنهم الجبرية وقيلوا عنهم المرجعة لماذا لأنهم أرجعوا وأخروا الأعمال عن مسمى الإيمان على الإيمان فقالوا الإيمان مجرد معرفة معرفة أما بدون لا تعمل الأعمال لا علاقتها بالإيمان فهم مرجعة فالجبرية الجهمية المرجعة هذه فرقة واحدة واضح؟ من هم القدرية؟ المعتزلة من هم الجبرية؟ الجهمية وهؤلاء عندهم الحراف كبير في باب القدر أما المعتزلة فينفون القدر يقول الله ما قدر شيئاً وأما الجبرية فينفون أن العبد مشيئة ويقول العبد مجبور على أفعاله فهؤلاء وهؤلاء على طرفه نقيض وهم في غاية الحراف والعياذ بالله وهدى الله جل وعلا أهل السنة كما هدى أهل الإسلام بين أمتين عظيمتين اليهود والنصارى فهدى أهل الإسلام لمقتل فيه من الحق بإذنه كذلك الله جل وعلا هدى أهل السنة في أبواب العقيدة بين الفرق الضالة ففي باب القدر أهل السنة ما نفوا القدر كالمعتزلة القدرية ولا نفوا مشيئة العبد وأن الله أجبر العبادة على أعمالهم كالجهمية الجبرية بل آمنوا بالقدر والشرع من هؤلاء أهل السنة من هداهم الله جل وعلا كما هدى أهل الإسلام للإسلام ودين الفطرة وظل اليهود والنصارى هدى الله عز وجل أهل السنة إلى الإيمان بالقدر والشرع بالقدر خلافاً للقدرية الذي ينفون القدر وآمنوا بالشرع أن الله شرع وعمر ونهى ووعد وتوعد خلافاً للجبرية الذين ألغوا الأوامر والنواهي والشرع فلا فائدة من رسال الرسل ولا إنزال الكتب لأن العبد أصلاً مجبور أمر أو لم يؤمر ذكر أو لم يذكر درس أو لم يدرس قراء أو لم يقرأ هو مجبور حتى لو كفر بالله ومجبور على الكفر جزاء الله خير لأنه يفعل ما جبره الله عليه إذن لماذا يرسل الله الرسل؟ خطير كلام الجبرية وخطنوا كلام من؟ القدرية المعتزلة وهؤلاء على ضلال وهؤلاء على ضلال فسهان هذا الباب باب القدر خطير جداً أين الخطورة؟ أن تاهت فيه أوهام وزلت فيه أقدام وظل فيه من ضل من المعتزلة القدرية ومن الجبرية الجهمية وهدى الله للسنة الجماعة فآمنوا بماذا وماذا؟ بالقدر وبالشرع على ناحو ما سنذكره إن شاء الله تعالى فهذا الدرس مهم جداً ونافع وممتع وزاده بياناً وجمالاً أنه من شرح لشيخنا من عثيمير عبد الله عليه الذي أوتي حسن التعليم والترتيب يعني قل ما تجد مثله يعني أقرب ما يكون إلى ابن القيم في الترتيب والتنسيق والتنقيط والترقيم الأول الثاني الثالث شيء عجيب بحيث يستفيد المتقدم والمبتدع حتى المتقدم يستفيد من كلام الشيخ والترتيب رحمة الله عليه وجزاء الله عنه خيراً فقال والإيمان بالقدر نعم قال والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور نعم الأول أن تؤمن بعلم الله المحيط بكل شيء جملة وتفصيل نعم دليل ذلك عمو الإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور هل قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أو حسن ولا حتى حسن لغيره ولا حتى ضعيف الإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور قاله النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله هل هذا من البدع أن يقول قال ما لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم الجواب لا هذا استقرأوا الكتاب والسنة فوجدوا أن الأمور التي ضمنها الإيمان بالقدر هي كم هي أربعة أمور فهذا أخذوا من الكتاب والسنة والعلماء ورثت الأنبياء فقالوا الشروط وقالوا الأركان وقالوا المستحبات والمكروهات والمبطلات ومفسدات الصوم وهذا كله من عمل العلماء وهم ورثت الأنبياء وذلك رفع الله قدرهم فقال فقال جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصد لا إله إلا هو العز الحكيم إذا قيلك أي آية في أعظم فضل لها العلم جاءت في كتاب الله قل هي قول الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصد لا إله إلا هو العز الحكيم لماذا؟ لأن الله عز وجل عطف شهادة شهادة أولو العلم على شهادة الملائكة وعطف شهادة الملائكة على شهادته جل وعلا فهو أعظم شاهد شهد بأعظم شهادة وهي أنه لا إله إلا هو شوفوا كيف رفع الله قدر العلماء وهذا معنى قول الله عز وجل يرفع الله الذي آمن منكم والذين أعطوا العلمة درجات طيب أقول العلم ليس من المؤمنين يرفع الله الذي عامل منكم أليس العلم من المؤمنين لكن خصهم الله بالذكر لفضلهم وهميتهم كما قال أيش قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله والجبريل وميكال مع أنه من الملائكة وأقول العلم من المؤمنين لكن خصهم بالذكر فإن قال قال طيب أين الرسل أين الأنبياء هم أعلم العلماء هم يدخلون أدخلون أوليا في من في أولي العلم الرسل والأنبياء واضح فإذن العلماء وراث الأنبياء قرأوا كتاب الله وسنة رسوله فوجدوا أن الإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور ورتبوها واستدلوا عليه الكتاب والسنة وقدموها لطلبة العلم فجزاهم المولى عظيم الأجري جزاهم الله خير على الإسلام والمسلمين فوجدوا قال الأول أن الأول أن تؤمن بعلم الله المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا دليل ذلك عموم الأدلة مثل قول الله تعالى والله بكل شيء عليم نعم وخصوص العلم بالغيب ومنه قوله تعالى لا يضل ربي ولا ينسى أي لا يجهل ولا ينسى ما يعلم لا يجهل ولا ينسى ما علم وقد ذكر الله عز وجل العلم في آيات كثيرة جملة وتفصيلا نعم قال الله عز وجل في الجملة والله بكل شيء عليم نعم وقال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير أي أخبرناكم بهذا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما هذا مجمل نعم أما التفصيل فقال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها كلمة ما اسم موصول وكل اسم موصول فهو مفيد للعموم فكل شيء في البر الله سبحانه وتعالى يعلمه وكذلك كل شيء في البحر فالله سبحانه وتعالى يعلمه وقوله تعالى وما تسقط من ورقة أي ورقة في أي شجرة إلا يعلمها يعلم متى سقطت وأين سقطت وكيف سقطت ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين أي حبة سواء كانت كبيرة أو صغيرة في ظلمات الأرض إلا يعلمها الله عز وجل فإذا قدرنا أن حبة بر غاصت في قاع البحر ففوقها طين وفوق الطين ماء وكان ذلك ليلا أي في ظلمة الليل وكانت السماء ممطرة والغيوم متلبدة والجو مغبر فإن الله عالم بها لا إله إلا الله وإذا حقق العبد الإيمان بعلم الله وأنه جل وعلا محيط بكل شيء أوجب له ذلك الخوف من الله وخشيته والرغبة فيما عنده جل وعلا لأن كل حركة تقوم بها فالله يعلمها لا إله إلا الله الله أكبر صفة العلم لله عز وجل صفة عظيمة جليلة بدليل أن الله عز وصف بها نفسه وسمى نفسه بأسماء تدل على صفة العلم ليس باسم واحد ولا باثنين فسمى نفسه العليم صح؟ وسمى نفسه اللطيف وسمى نفسه الخبير وأنه جل وعلا عالم الغيب والشهادة وأنه جل وعلا علام الغيوب عليم وعالم وعلم ولطيف وخبير ويعلم ما كان وما يكون ويعلم ما سيكون ويعلم ما لا يكون وحتى ما لا يكون يعلم الله لو كان كيف سيكون بكل شيء عليم يعلم خاينة الأعين وما تقفى الصدور يعلم عليم جل وعلا بذات الصدور يعلم السر وأخفى السر عنده كالعلانية لا تختلط عليه العلوم لا يضل ربي ولا ينسى هذا التوكيد صفاد العلم قال لا يضل ربي ولا ينسى ما الفرق لا يضل يعني لا يخطئ ولا ينسى لا يذهل عن علم علمه لا نقول ما سم فلا قل ولا نسيت يعني كان يعلم هو ونسيه فالله جل وعلا يعلم كل شيء وعلمه محيط بكل شيء ولا يخطئ في شيء لا يضل ربي ولا ينسى لا يذهب عنه علم يعلمه صفة عظيمة كم مر في كتابه جل وعلا وصف نفسه بصفة العلم ومشتقاته وما يدل عليها كثير جدا 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 بل قال جل وعلا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثله يتنزل الأمر بينه لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاط بكل شيء علم فاستدل بها الآية على أن الله عزيز خلاقنا ليعرفنا بنفسه لما خلقنا الله عزيزا لنعبد وما خلقته الجن والإنساء إلا ليعبدون وليعرفنا بنفسه فقال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاط بكل شيء علما قال اعلموا أن الله شريد العقاب وأن الله غفور رحيم قال نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم شوف يعلمنا قال جل وعا اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه شوف فربنا جل وعلا خلقنا حتى يعرفنا بنفسه ولذاك أكثر ما في كتاب الله الوحدة المتماسكة الوحدة المشتهرة الوحدة اللي غالب ما في القرآن هو الحديث عن الله عز وجل القرآن من أول إلى آخر كله حديث عن الله عز وجل إما عن اسمها الصريحة أو عن صفاته أو عن أفعاله أو عن ما يحب أو عن ما يبغض أو ما يرضيه أو ما يسخطه أو ماذا أعطى من أحب أو ماذا أعدى لأوليائه أو ماذا فعل بأعدائه أو ماذا أعدى لأعدائه أو أو بما أمر أو عن ما نهى كل كتاب الله وأنما هو تعرف بالله عز وجل بل أن الله عزل لما قال وما خلقت الجن وإنسى إلا ليعبدون فسر بالتفسير المشهور إلا لوحدون وجاء في تفسيرها أيضا إلا ليعرفون إلا ليعرفون ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قال اعلمهن الله قال ادعوهم إلى شهالة لا إله الله وأن محمد رسول الله الحديث مشهور لكن في لفظ لهذا الحديث قال فإنهم عرفوا الله وهو الشاهد فإنهم عرفوا الله وذاك الذي يعرف الله يعبد الله والذي يجهل الله يشرك بالله فلذا المشركون جهلة أعظم الجهلة ولو تطوروا في الدنيا والتكنولوجيا والعلم الدنيا ولكم أعظم جهلة لذا قال جل وعلا قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون أي جهل أعظم من هذا الجهل أي جهل أعظم من هذا الجهل أن إنسان لا يعرف ربه لا يعرف خالقه لا يعرف العلي الأعلى يعني هذا في غاية الجهل والضلال الذي يجهل أن الله فوقه هذا في الفطر في الأدلة من الكتاب والسنة والأجماع وشراء الأنبياء والمرسلين الله فوق جميع خلقه فإذا أتى إنسان يتكلم بكلام طويل ويسجل وينشر ويألف وينكر علوه الله عز وجل هذا أجهل الجهلة هذا البهيم أعلم منه وأهدى منه سبيل والله لا إله إلا هو من يجهل الله عز وجل فكتاب الله تعرف من الله عز وجل إذن خلقنا لنعبد وخلقنا لنعرفنا بنفسه وخلقنا ليبتلينا وديق الله جل وعلا الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم فأنت في بلاء في حياتك كلها في صحتك في مرضك في غناك في فقرك في رضاك في صخطك في حضرك في سفرك في سرك في علانيتك إن أعطاك ابتلاء وإن منعك ابتلاء إن مد في عمرك ابتلاء إن قصر في عمرك ابتلاء إن أكرمك ابتلاء إن ابتلاك بأي شيء بمرض ببلاء بفقد الأولاد بفقد الأهل بفقد الوظيفة المال احترق حصل فيك صحاتك عافية كل ابتلاء لن يسلم أحد من الابتلاء افهموه هكذا من لم يفهم هكذا فلم يفهم الحياة فما أن تبدأ ببلاء إلا ما أن تنتهي من بلاء إلا وبدأ غيره على طول أبدا انظر في حالك تنتهي من حاجة من توجيهك تأوى خلصت طلعش حاجة ثانية تنتهي من يطلع لك ظرسك تنتهي من ظرسك عينك تنتهي تهابذنك طلع لك وانت ماشي صحيح ولا لا أليس كذلك المتزود مبتلة واللي مو متزود مبتلة واللي عند عيال مبتلة واللي ما عند عيال مبتلة واللي عند زوجة مبتلة وانت ماشي لقد خلقنا الإنسانة في كبد في أحد تفسيرها الآية يكابد المصائب والمشاكل أبدا متى تنتهي إذا مت لا في كبد في قبرك بعد فيه إذا قامت القيامة أكبر كبد قيام القيامة يوم مقداره خمسين السنة متى ينتهي الكبد هذا إذا وطأت قدماك الجنة خلاص افهم هكذا الحياة فربنا جل وعلا خلقنا لنعبده قلوا معي وخلقنا لنعرفه وخلقنا ليبتلين ويختبرنا فكان مما علمنا عن نفسه وأخبرنا صفة العلم كررها كرر ذكرها وكرر صياغها فاللطيف يدل على العلم الخبير يدل على العلم فجل وعلا في علاه يعلموا ما كان يعني مما مضى ويعلموا ما يكون يعلموا مما ومحاضر ما يكون من نجلة ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو سادس ولا أدنى من ذاك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عمل يوم القيام إن الله بكل شيء عليم طيب هل يعلم ما سيكون في المستقبل نعم يعلم ما سيكون قال جل وعلا سيقول السفهاء ما ولم عن قبلتهم التي كانوا عليها جاء السفاء فقالوا ما ولم عن قبلتهم التي كانوا عليها قال جل وعلا غلبة الرؤوم في أدنى الأرض وهم بعد غلب سيغلبون ها حصل كما قال سيقول المخلفون من العراب شغلتنا فعلا جاء وقالوا شغلتنا أموال أهلنا فيعلم ما سيكون جل وعلا وهذا ما لا يعلمه إلا الله عز وجل حتى الملائكة الكرام لا يعلمون قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا حتى الرسل الكرام لا يعلمون قال جل وعلا عن أول الرسل نوح قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم أني ملك وقال الله عن محمد صلى الله عليه وسلم امره ان يقول ما قال اول رسل قل لا اقول لكم عندي خزاء خزاء الله ولا ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك قل لا يعلم من في السواد الارض غيبة الا الله فيعلم ما سيكون ويعلم ما لا يكون الشيء الذي لن يحدث يعلمه الله ويخبر منه هذا الشيء لا يحدث ابدا وفعلا ما يحدث لن يحدث ولذلك يقال ان بعض الناس دخل الاسلام لما قرأ قول الله عز وجل قوله جل وعلا تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب قال هذا القرآن نزل وكان ابو لهب ما زال حيا ما استطاع ان يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول متقلني سأصلى نار لهب واذا اسلمت ها راح تخل الجنة صح اشهد ان لا الى الله واشهد انك رسول قال ذلك ما قال لان الله يعلم بانه ان يزلم ربنا جل وعلا يعلم ما لا يكون طيب ويعلم ما لا يكون لما يعحده لو كان يعلم الله نتيجته كيف سيكون قال جل وعلا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه هل سيردون الى الدنيا وقد قامت القيامة لا لكن ربنا يعلم النتيجة لو كان فيه مالة من الا الله لفسدته يعلم لن يكون فيها لي غير الله لا اله الا الله لكن يعلم الله عز وجل نتيجة ما لا يكون لو خرجوا فيكم ما زادوكم معنى ما خرجوا وان يخرجوا لكن اخبر الله عما لا يكون لو كان كيف سيكون جامع هذا كله ان الله بكل شيء عليم ان الله بكل شيء عليم صفة العلم لله عز وجل قهرت القدرية من هم القدرية المعتزة نفات القدر سموا قدرية ليش لانهم يؤمن بالقدر ولا لانهم يكفرون بالقدر يكفروا انكروه فقال الشافع الامام رحمه الله محمد مدريس قال ناظر القدرية بالعلم فان اقروا خصموا وان انكروا كفروا يعني هذه الحجة العجيبة يقول عندي قدري ناقشوا بصبة العلم لله عز وجل قل يا قدري يا معتزلي الله جل وعلا يعلم او لا يعلم ان قال يعلم ها خصموا شمعت خصموا يعني قامت الحجة وخلاص يصر على الكفر يا اما يعود ويرجع لله عز وجل ويؤمن بالقدر وان قال لا الله ما يعلم كفروا فالمفتاح الاول والمرتبة الاولى من مراتب القدر اثبات صفة العلم لله عز وجل كيف يعني حتى يخصم هذا القدر اذا اقرب العلم لله عز وجل لان القدر ينفي ماذا ينفي مشية الله يقول الله لم يشأ شيئا والامر انف شمعت ما انف يعني يعني مستأنف مش الله كتبه فيما سبق وانما كل يوم يقع شيء يستأنف لم يكتب الله شيئا الامر انف هذا معنى الامر انف يعني مستأنف ما تسمع يقولك ايش حكم استأنف محكمة استأنف ايش معنى يعيدون مداولة ايش القضية بعدما صدر فيها الحكم الاول تروح الاستأنف يعيدون النظر فيها من اول من جديد في التحقيق والاقوال واك صح هذا استأنف فهم يقول ان امره انف يعني الامر ها لم ينضي كتب الله مقاضي كل شيء وانما الامر ها انف يعني يقع بعد في وقته لانه كتب من قبل الاشكال عند ها اولا ايش ان كيف يكتب الله فلان كافر ثم يخلقه ثم يكفر ثم يدخله نار جهنم كيف يكتب الله فلان يزني وما خلقه بعد كتب قبل خمسين الف سنة من خلق السنة للأرض فلان يكفر فلان يترك الصلاة فلان يسرق فلان كله مكتوب كله ولحد لا ما خلقه وكتب عليه انه كذا وكذا ثم يعاقبه في نار جهنم لانه قتل لانه كفر لانه هذا غير معقول هكذا يقولون هكذا يقول معتزلة فالامر ايش انف وهو مكتوب فالشابع ماذا يقول يقول ناظروهم قل الله يعلم او لا يعلم ناظروهم في ماذا في العلم شمعت العلم يعني في صفة العلم الله عزل مش ناقشهم في العلم يعني يكون عندك علم وتعا ناقشهم لا هو يقول ناقشهم ناظروهم في صفة العلم لله قل الله يعلم او لا يعلم ان قال الله يعلم خصيموه كيف خلاص بما ان الله يعلم بان فلان سيكفر كتبه ها كتبه ليه ليش كتبه كافر لان يعلم بانه سيكفر ها يعني كتب كتب الله فلان كافر لانه يعلم بانه سيكفر وفلان مؤمن لانه كتبه مؤمن لما يعلم بانه مؤمن فلان سيتصدق والله يعلم كتبه متصدق يعني تصبر واحد عنده معلومة سابقة فكتبها قبل لا يسأل يعرف فلان من الناس متزود عند اولاده كذا ومسك الاستمارة قبل لا يقول انت متزوج او متزوج انا عند للكم مزوج كتب صحبه الله لان يعلم فالله عز وجه يعلم ما سيكون او لا يعلم نشوف القدري تعالي قدري الله يعلم ولا ما يعلم ان قال يعلم خلاص ما تقول يعلم فكتب الله مقادر كل شي لانه يعلم وفق علمه كتب ثم شاء ان يخلق المخلوقات ثم خلقها هاي مراتب القدر العلم كتابه مشيه خلق كما سيأتي فاذا المرتبة الاولى هي تفحم المعتزلة عاد المعتزل اما يقول لك نعم يعلم بما انه يعلم اذا كتب ها وفق علمه صح هو يعلم فكتب بعدين لما كتب شاء ان يخلق فخلق علم كتب شاء خلاص حفظوها ها علم كتب شاء خلق علم كتب شاء خلق طيب هذا المعتزل يقول الله لم يشاء شي والامر والامر انف ما حصلنا كتب الله فيما مضى ليش ما حصل الا يعلم الله ماذا سيكون ان قال نعم يعلم خلاص بما انه يعلم فكتب ماذا اخوان بكتب ماذا ما يعلمه ولن يخطئ الله لا يضل ربي ولا ينسى فكتب مقادير كل شي على علم ما كان وما سيكون مصير كل انسان الى جنة الى نار كل مكتوب والارزاق الاعمال الاقوال الحركات السكنات ما يتحرك شي ولا يسكن شي ولا يتلفظ شي ولا يحصل شي في خلقه الا بمشيئته وما مشاء الله شيئا الا وقد كتبه وما كتب شيئا الا وقد علمه الامر سهل سهل جدا علم فكتب ها فشاء فخلق ان كل الشيء خلقناه بقدر يعني علمناه قولوا معي وكتبناه وشئناه وخلقناه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكون هذا امر واضح جدا مع وضوحه زلت فيه تاهت فيه اوهام وزلت فيه اقدام فالامر خطير فاذا ربنا لما خلق انا لعبادته وليعرفنا بنفسه وليبتلين واختبرنا فعلم الله كل شيء ومما علمنا الله عن نفسه في كتابه في مواضع كثيرة في مئات المواضع بالتصريح والعموم والخصوص انه متصم بصفة العلم فقال اهل السنة اول رتبة من راتب القدر العلم اثبات العلم لله سبحانه وتعالى اكمل المرتبة الثانية صح ولا موصلنا ثانيا ايه ثانيا احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ثانيا الايمان بان الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء الى يوم القيامة الله قال الله عز وجل وكل شيء احصيناه في امام مبين نعم ايه في كتاب وقال عز وجل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر وهو اللوح المحفوظ ان الارض يرثها عبادي الصالحون والايات في هذا متعددة ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير نعم واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لما خلق القلم قال له اكتب قال ربي وماذا اكتب قال اكتب ما هو كائن فجرى في تلك الساعة بما هو كائن الى يوم القيامة الله اكبر فامر الله القلم ان يكتب ولكن كيف يوجه الخطاب الى الجماد عادي الجماد ها يخاطبه الله ويستجيب الله عز ولا ولا لما خلق السماة الارض ماذا قال له اعتيها طوعا وكرها قالتها ويقول للنار هل امتلأتي تقول هل من مزيد ويقول للجنة انت رحمتي رحم بك من اشاء والله عز وجل ايش يكلم حتى الارض تحدث اخبارها صح لا تقول كيف هذا خبر الله اؤمن بما قال ولذلك اهل البدع قالوا الله لا يتكلم ماذا قال اذا قلنا الله يتكلم يزمنوا كم بالمخلوق الذي يتكلم معا عنده لسان عنده حنجر عنده اصوات عنده عنده احباب صوتية ليش ليش اما قال الله عز وجلود ماذا قال الله جلاله قالت الجلد انتقن الله هل الجلد لها لسان وحبال صوتية ومع ذاك ايش شهد عليهم سمعهم وابصار وجلدهم قالوا وقال جلوه لماذا شهدتم عليهم قالوا انتقن الله وما عندهم لا لسان ولا شفتين ولا أسنان ولا حنجرة ولا حبال صوتية ما المانع أن يتكلم الخالق جل وعلا بكلام عظيم جليل يليق به ولا يماثل المخلوق اذا مخلوق ومخلوق ما يتماثل كلام اللسان لا يماثل كلام الجلد وهو مخلوق واحد يتكلم من جهتين من لسانه ومن جلده ولا يتماثل هذا غير هذا فما المانع أن يتكلم الله عزه ولا يماثل المخلوقين بل هو أولى بالكمال أيهما أكمل في المخلوق الذي يتكلم أو الذي لا يتكلم أيهما أولى يتكلم صعبا لا حتى الناس يفرعون فرعا كبيبا وشديدا إذا بدأ أطفالهم بالنطق ها وعاد كلا يكسر فيك الطفل يتكلم إذا يوصل أب قول قول ده وقعد يقول بابا بابا يفرح الإنسان إذا الطفل إيش صح تكلم ليس كذلك يعني الطفل إذا تكلم أكمل من الطفل الذي لا يتكلم فالله عز وجل نقول لا يتكلم حتى لا الحكس يتكلم أكمل ومن أخبر عن الله أنه يتكلم الله أخبر عن نفسه وأخبر عنه من رسوله صلى الله عليه وسلم إذن الله عز وجل خلق القلم وقال له أكتب قال ربي وماذا أكتب قال أكتب ما هو كائن يعني في خلقه فجرى في تلك الساعة بما هو كان إلى يوم القيام متى كان هذا الكلام قبل أن يخلق الله جل وعليه السلام على الأرض بخمسين ألف سنة ولذاك المسلم يطمئن خلاص المكتوب يصير قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله ما قال علينا قال لنا شوف الله احسن ظن بالله عز وجل عدت له جاتك مصيبة شوفها مصيبة ربنا جل وعلا أرحم بعبدي من الأم بولدي وما أدراك يمكن لومها المصيبة كان أنت صرت طاغية كان يمكن إيش كافر مشرك متكبر لكن رب العالمين أعطاك تلك المصيبة جعلك تلجأ إليه وتقول يا رب يوم كنت مستغني يوم كنت ما تقول يا رب العين جاتك المصيبة كنت تقول يا رب يا رب كانت متعافية وما تقول يا رب هناك شبه مشتبه في الصراطة قل يقول يا رب يا رب يا رب هذه خير لك من الدنيا لا فيها ما قلقت إلا تقول يا رب لما خلق عن الله والدعاء هو العبادة ما يدريك كثير من الناس ما لجا إلى الله إلا بعد ما مات ولده أو خسرت جارته أو حدث مع زوجته كذا وكذا أو أصيب بمرض والرجوع إلى الله خير من الدنيا لا فيها خير من الدنيا لا فيها أن تعبد الله لأنك لو ملكت الدنيا وما فيها ثم لقيت الله عز وجل وخسرت دينك ما نفعك شيء ولو خسرت الدنيا كلها وحققت العبادة لله عز وجل ما خسرت شيئا قد ربحت ماذا عبادة الله التي من أجلها خلقك الله سبحانه وتعالى فالمهم أن الله كتب مقادر كل شيء وذلك المسلم مطمئن القلب إذا آمل بالقدر وهم ثمار الإمام بالقدر بأن كل شيء مكتوب الحمد لله على كل حال عند المصيبة إنا لله وإنا ليه راجعون الله ما أجرني في مصابته وخلف لي خيرا منها هذا شيء مكتوب والعام يقول ليش المكتوب على الجميع لابد يبين صح أو لابد تشوف العين على روايتين الظاهر المهم أن المكتوب مكتوب فالله كتب مقادر كل شيء قبل أن يخلق السنة الأرض بخمسين ألف سنة واضح طيب هذه الكتابة أليست هي على أساس العلم إذا قال قال الله ما كتب الشيء كيف كتب الله لا تقول كيف في عقل الله كتب وقد أخبرنا وكتب وما كتب ظلما ولا جورا ولا عبثا ولا لعبا وإنما كتب لأنه عليم بكل شيء عليم فأمر القلم أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة كما يعلم أساس العلم فهذا معنى إيش كله نيش ولقد كتبنا في الزبور وكل شيء حصيناه في إمام مبين كل ذاك مكتوب نعم كمل الجواب قال الجواب عن ذلك نعم من الله يصح لأنه هو الذي ما الذي نعم يصح اللي هو أن يكلم الله الجماد والجماد ينطق نعم لأنه هو الذي ينطق الجماد ثم إن الجماد بالنسبة إلى الله عاقل يصح أن يوجه إليه الخطاب قال تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين نعم فوجه الخطاب إليهما وذكر جوابهما وكان الجواب لجمع العقلاء طائعين دون طائعات نعم والحاصل أن الله أمر القلم أن يكتب وقد امتثل القلم لكنه أشكل عليه ماذا يكتب فقال ربي وماذا أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فجرى في تلك اللحظة بما هو كائن إلى يوم القيامة سبحان الله من يحصي الحوادث والوقائع إلا الله عز وجل وهذا اللوح المحفوظ مشتمل عليها واللوح المحفوظ لا نعرف ما هيته من أي شيء أمن الخشب أمن حديد ولا نعرف حجم هذا اللوح ولا سعته فالله أعلم بذلك والواجب أن نؤمن بأن هناك لوحا كتب الله فيه مقادير كل شيء وليس لنا الحق أن نبحث وراء ذلك نعم وقد ظهر في الآوينة الأخيرة ما يسمى بأقراس الليزر سبحان الله يتسع القرص الصغير لكتب كثيرة وهو من صنع الآدمي سبحان الله وأقول هذا تقريبا لا تشبيها لأن اللوح المحفوظ أعظم من أن نحيط به الله نعم صحيح استمر قال ثالثا أن تؤمن بأن كل ما حدث في الكون الآن أصبح الأمر أوسع منا إيش قرص يعني أول ما أطلعته الكتب الستة في قرص واحد ويبيعونه حقوق الآن أي ست كتب أو سعات موجودة فيها على زر واحد مقلوق هذا من صنع البشر الله جل وعلا صنع المقلوق الذي صنع هذه هذه التكنولوجيا فعلم الإنسان ما لم ما لم يعلم ما المانع أن الله جل وعلا خلق لوحا وخلق قلما وكتب فيه مقادرة كل شيء سبحانه وتعالى نعم قال ثالثا أن تؤمن بأن كل ما حدث في الكون فهو بمشيئة الله تعالى نعم فلا يخرج شيء عن مشيئته أبدا ولهذا أجمع المسلمون على هذه الكلمة ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن فأي شيء يحدث فهو بمشيئة الله والعلي أذكر الآن أن هذا لفظ حديث ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن أذكر كأنه حديث بهذا اللفظ أو قريب منه الآن يعني ذكر الشيخ السابتين في الواسطية أن القدر له مرتبتان وفي كل مرتبة درجتان المرتبة الأولى ماذا؟ المرتبة الأولى فيها درجتان اللي هم العلم والكتابة المرتبة الثانية فيها درجتان اللي هم المشيئة والخلق فإما تقول أربعة أمور أو أربع درجات أو أربع مسائل أو أربع المهم أن الله عز علم كل شيء وكتب مقادير كل شيء وشاء أن يخلق خلقه 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 علم فكتب فشاء فخلق إذا عرفت هذا خلاص عرفت مطمئن قلبك ما معنى الإمام بالقدر علم الله قل معي كتب شاء أن يخلق خلق إن كل شيء خلقناه بقدر نعم فضل قال وهذا عام لما يفعله عز وجل بنفسه وما يفعله العباد نعم فكله بمشيئة الله نعم ودليل ذلك قول الله عز وجل ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد لماذا اقتتلوا عن الإيمان والكفر نعم رب نعلم أي شيء يقول ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا شيء اختلفوا فيه قال فمنهم من آمنوا منهم يعني هل الكفر بمشيئة الله آه انتبهوا كفر مشيئة الله شكو مخافي بس واحد وأنتش كثركم هل الكفر مشيئة الله اللهم نعم يعني هل يعقل أن الكافر يكفر الله لم يشل الكفر فكفر وخرجت مشيئة على مشيئة الله هذا ايضا كفر ما في شغل بمشيئة الله ما شاء الله كان وما لم يشاء فضع هكذا ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن حتى ما لا يحبه الله ما يكون الا لمشيئة اذ لو لم يشاء لا ما كان حتى الكفر بالله عز وجل ها هو لمشيئة الله في كفر ولا ما في كفر في اكثر من الإيمان الكفر ولا لا هذا مشيئة الله ولا خارجة مشيئة الله هل يمكن يقرض عم شئة الله أصلا ما في شيء لا شيء يقرض عم شئة الله إذ ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن فقال جل وعلا شوف أقرأ القرآن قال ولو شاء الله ما اقتتل الذي من بعده قتال بين المسلم والكفار بين المؤمن والكفار من بعد ما جاءت البيانات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا إذن اقتتل هذا بمشئته ولا بمشئته هل يقتل نبي بمشئة الله هكي طبعا لو شاء الله ما قتل نبي هل يسب الله بمشئته نعم طبعا لو شاء الله ما سبه أحد هل يكفر أحد هل يجحد الله أحد بغير مشئته لا ما يمكن كل ما هو كائن فهو بمشئة الله ما يحب وما لا يحب ما يرضيه وما يسخطه ما أمر به وما نه عنه كل ذلك ماذا اخوان واقع بمشئة الله ها شو الحركات شنوه ها ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن اؤمن بهذا انتبه ان تقول يقع شيء بغير مشئة الله معنى هذا معنى معنى انها ما وقعه خارج عن مشئة الله لم يشأه ولكن ها وقع خارج عن مشئة لا يمكن هذا لا يمكن ولذاك يروى ان عرابيا قال للشيخ معتزلي ما ظنه يعني على السنة فقال لقد ضاع بعيري فادعوا الله ان اجدوا بعيري فقال معتزل اللهم انك لم تشأ ان يضيع بعير فلان قال الله مهلا مهلا لا حاجة لي في دعائك يعني هل بعيري ضاع من غير مشئة الله حتى تقول اللهم لم تشأ هم لا يريدون ان ينسبون ان الله شاء ان يضيع بعير فلان او ان شاء الله يكفر فلان او شاء الله ان يقتل فلان او ان يقتل كافر نبيا او ان يسب الله عز وجل او يجحد او يكفر به او يسب النبي صلى الله عليه وسلم او تخذف ازواجه او كل هذا بمشيئة الله قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم اجمعين ش اللي حصل هل هداهم اجمعين ما هداهم اجمعين لان ايش بمشيئته بمشيئته ان يكفر من يكفر ان يؤمن من يؤمن كل ذاك بمشيئة الله طيب كمل قال وقال عز وجل ولو شاء ربك ما فعلوه اذا فعلوا بماذا بمشيئته نعم وقال ولو شاء الله ما فعلوه ما فعلوا نعم وقال الله عز وجل لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين هذه الاية او هاتان الاايتان لمن شاء منكم يستقيم وما تشاء إلا إن شاء الله رب العالمين فيها الرد على المعتزلة القدرية والجبرية الجهمية فقولوا لمن شاء منكم أن يستقيم ردوا على من على من على الجبرية لذي ينفون العبد يكون له مشيئ إلا أن يشاء الله رب العالمين أثبت لله مشيئ ردوا على من على المعتزلة فاهمين تنظامين ها الآن من ينكر مشيئة الله من القدرية المعتزلة ومن ينفي مشيئة العبد يقول العبد لا مشيئة له مجبور على أفعاله الجبرية الجهمية فلما قال جل وعلا لمن شاء منكم أن يستقيم أثبت لمن لكم مشيئة ردوا على من على من على الجبرية الذي ينفون أن يكون العبد مشيئ وما تشاؤنا إلا أن يشاء الله رب العالمين رد على من المعتزلة القدرية الذي ينفون أن الله يشاء شيء والأمر أنف شف هذا الموضوع من القرآن فيه رد على هاتين الفرقتي كما في قول جل وعلا ليس كمثل شيء وهو السميع البصير رد على من ومن ليس كمثل شيء رد على من على الممثلة وهو السميع البصير رد على المعطلة والمحرفة هي آية واحدة فيه رد على هؤلاء وهؤلاء واضح كتاب أحكمت آياته نعم فكل ما قال فكل ما حدث في الكون فهو بمشيئة الله ما شاء الله وما لم يشاء تمام وإذا آمن الإنسان بهذا سلم من عمل الشيطان الحمد لله فإذا فعل فعلا وحصل خلاف المقصود لم يقل ليتني لم أفعل بل ماذا يقول يقول ها قدر الله وما شاء الله نعم لأن الذي فعله قد شاءه الله عز وجل ولا بد أن يكون لكن إن كان ذنبا تاب واستغفر نعم رابعا الخلق ومعنى إذن لكن لا حجة لأحد أن يحتج بمشيئة الله بما قدر الله لماذا لأنك ما تعلم ما الذي قدره الله ما تعلم يعني لو كشفك لك الغيب وعلمت بأن الله شاء لك أن لا تصلي فقال لك قال لما لا تصلي تقول شاء الله أني ما أصلي إيه والله لأنك إيش إيش كشف لك الغيب وعرفت أنك إنت ها لا تصلي لكن أنت ما تعلم ما هو مكتوب حتى تقول تحتج بالقدر وهل علمته حتى تقول به ولذلك نقول له لماذا لا تصلي وتقول شاء الله أنه أصلي لا أعلم أنا أنا شئ مكتوب أنت في الجنة أو في النار لا أعلم لو أعلم أني في الجنة أو في النار توقفت عن عمل لماذا لأنه في الجنة في الجنة ليش أعمل أو في النار في النار ليش أعمل لكن ليش المشكلة ليش اللي أتعطني أعمل لا يعلم مال كتب لي ولذلك هذا الذي يترك الصلاة أو يشرب الخمور أوه أول آخر ويقول ما شاء الله أن يهديني تجده للرزق يسعى ما عندنا الرزق ايضا ايش مكتوب ولا لا رزقك مكتوب رزق مكتوب لماذا تسعى لماذا تذهب العمل لماذا تبيع لماذا تشتري بل لماذا تأكل لماذا تمود يدك وتأكل لماذا تمود يدك وتشرب ما الرزق مكتوب بعد انا ما ادي ايش مكتوب لانا بدلت بالاسباب ورحت الوظيفة ولا بعت ولا شريت ولا عمل دعاية ولا وصيت ودير باكم عليه وعملت تجارتي طلعت رخصتي سويت اللي سويت ما أعلمني أنجح أو لا أنجح درست ما أعلم أنجح أو ما أنجح صليت ما أعلم يقبل مني أو لا يقبل فلا يمكن لي أحد أن يستدل بما هو غائب ويقول والله كتب الله عليه وما أدرك أن الله كتب عليك ليش ما تفترضيش أن الله كتب عليك الهداية والصلاح وتستقيم في هداية والصلاح تبهتم لكن لو أن الأمر وقع وانتهى عرف ما الذي شاءه الله صار حادث وقتل فلان وحصل كذا ومصيبة ووقعت الآن أقول ماذا تبين لي ما شاء الله فقل قدر الله وما شاء ولذا احفظ حفظك الله قالها العلم يستدل بالقدر على المصائب ولا يستدل في المعائب تبهة تصرها وتستبيل منها متى يستدل بالقدر عند المصائب ولا يستدل بالقدر في المعائب كيف يعني مصيبة وقعت هنا تقول قدر الله واشاء الله إن الله رجل فلان مات فلان كالحاص قدر الله واشاء الله وقع مصيبة وقعت خلاص وقعت لكن في المعائب صل عيب عليك اش كبرك ما تصلي يقول ايش قدر الله اني ما اصلني اترك الخمر قدر الله اني ادمر خمر ادرس قدر الله اني ما ادرس انت ماذا علمت ان الله قدر عليك اصلا لا تستدل بعيوبك بمعاصيك بكفرك بزيغك بضلالك بكسلك بالاخير على ان الله قدر عليك وانت ما تعلم قدر ولا ما قدر لماذا لا تقول العكس صلي وتقول قدر الله اني اصلي اذهب امسك عن المفطرات قدر الله اني اصوم جاهز نفسك حج اعتمر قدر الله اني حج واعتمر بر والديك قدر الله اني بر والديك مش تذهب وتعوق والديك رايح متقصد بروح هناك سأعقو والدي او سأقتل او سأضرب او سأشرب القمر قدر الله علي وما يدريك ان الله قدر عليك ما الغيب هذا ايش اخوان الغدر ايش اخوان غيب ولا لا غيب ولا مش هادة غيب هذا عند الله من اعلم حتى الرسل ما يعلمون حتى الرسل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان يعلم لما اكل من شات مسمومة بقي اثر السم حتى حضرة الوفاة كان يعلم لو كان يعلم لكان ملامن السم ليش تأكله صح ما يعلم بقي خمسين ليلة في حيرة من امره لما اتهمت عائشة بالفحش الكبره حتى نزل القرآن براها الله كان يعلم ما يعلم يستشير فلان ويستشير فلانة يستشير بريرة ويستشير زينب ويستشير اسامة ويستشير علي وشوف ما يعلم خمسين ليلة هل كان يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بان فلان بانه يرسل سبعين من اصحابه قراء فيغتلوا لو يعرف انهم سيغتلون ها ما ارسله ولو كنت يعلم الغيب لا استكثرته ما الخير ما ما سيسور ما يعلم فالانسان لا يجعله ان يستدل بالقدر على المعائب لكن عند المصائب وقعت مصيبة انتهت ايش يقول يلطن سد يأخذ رمل ارمع الرأسه يفترى ماذا يفعل يقول قدر الله انه لله وانه ليه راجع هذا قدر الله عز وجل واضح اذا شلو الجملة انا كتبتها يستدل بالقدر ايش في المصائب ولا يستدل فيه على على المعائب كويسين يلا كمل طولنا شوي كمل بكمل والله عجز الليل طويل فرصتي بدأ الساعة مخليه ساعة ونص توقع كمل قال رابعا الخلق ومعناه الايمان بان الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء فنؤمن بعموم خلق الله تعالى لكل شيء قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا فكل شيء مخلوق لله السماوات والارضون والبحار والانهار والكواكب والشمس والقمر والانسان الكل مخلوق لله عز وجل وحركات الانسان مخلوقة لله لان الله تعالى خلق الإنسان وأفعاله وإذا كان هو مخلوقا فصفاته وأفعاله لأن الله تعالى خلق الإنسان وأفعاله حطها تخط هذا هو موضوع البحث نعم وإذا كان هو مخلوقا فصفاته وأفعاله مخلوقة ولا شك نعم حطها بعتها خط إذا كان الإنسان مخلوقا فأفعاله وصفاته فصفاته أفعاله مخلوقة ولا شك نعم فأفعال العباد مخلوقة لرب العباد عز وجل نعم وإن كانت باختيار العباد وإرادتهم لكنها مخلوقة لله وذلك لأن أفعال العباد ناشئة عن إرادة جازمة وقدرة تامة وخالق الإرادة والقدرة هو الله سبحانه وتعالى انتبهوا المعتزلة ما عنده مشكال أن يقولك الله خلق السماوات الأرض ربنا قال عن المشرك ولا إن سألتهم من خلق السماوات الأرض لا يقولنا الله هذا ما عنده مشكال أين شكال عندهم أن الله عزه خلق أفعال العباد أفعال العباد خلق الله أفعال العباد لا هكذا هم يعتقدون هل اعتقاد الباطل يعني أفعال العباد ما هي أفعال العباد أفعالهم الزين والشيء صلاتهم فعل من أفعالهم إجرامهم فعل من أفعالهم كل فعل يصدر أي إنسان سواء كان خيرا أم شرا هذا من أفعاله فتقول المعتزلة العبد يخلق فعل نفسه فنفوه ماذا هل نفوه أن الله خلق السماوات الأرض لا اللي خلقه أن نفوه ماذا أن العبد أن أفعال العبد مخلوق لله قال لا العبد يخلق فعل نفسه هنا وأهل السنة ماذا قالوا قالوا الله عزه خلق العباد وخلق أفعاله هنا الخلاف طيب العبد يخلق فعل نفسه يعني كم خالق حينئذن وكل واحد أنت تخلق أفعال نفسك وأنت وأنت وأنا والثاني والثالث والرابع والداخل والخارج والمسلم كل واحد يخلق فعل نفسه إذن إذن الخالقون بعدد الفاعلين وهذا شرك بالربوبية فالله يقول الله خالقوا كل شيء خلق كل شيء فقدره هل من خالق غير الله رزقكم من السماوة والأرض فالله خلق كل شيء وأنت تقول العبد يخلق فعل نفسه والعبيد كم ما يحصي من الله عزه إذن هنا كم خالق أثبته بعدد العباد لأن كل عبد عندهم يخلق فعل نفسه هنا الخلاف هل الخلاف هل خلق الله صلاوة الأرض هذا خلاف بين الأهن السنة والمعتزلة لا الخلاف هل خلق الله أفعال العباد أو أن العبد يخلق فعل نفسه هنا الخلاف ماذا يقول أهن السنة ماذا يقول أهن السنة يقول ما قال الله في الكتاب والسنة وماذا قال الله عز وجل قال الله عز في العموم الله خالق كل شيء وأفعال العباد داخل في الشيء واحد هذا في العموم وفي القصوص ماذا قال جل وعلا قال والله خلقكم وما تعملون ربنا يقول خلقه والله خلقكم وما تعملون ما هذه مصدرية ولا موصولة نشوف نجرب ما معنى موصولة تعرفوا لا اسماء الموصولة اللي هي الذي اللذاني الذين المؤنث التي اللتاني التي واللاي ومن بعد ما ومن هذه اسماء موصولة فمن الاسماء الموصولة ما فصار هنا وقلنا هذه ما موصولة شي صير والله خلقكم وما تعملون يعني والذي تعملونه ربنا يقول والله خلقكم وما تعملون إذا كانت مصدرية والله خلقكم وعملكم إذن سواء هنا كانت مصدرية أو أو موصولة فالآية دال على أن الله يخلق العباد ويخلق أفعالهم أو أعمالهم فصار الحق مع من هنا معنا السنة والجماعة بالدليل العام الله قال كل شيء وبالدليل الخاص وبعد قال لأن العبد يعمل العمل بإرادة جازمة وقدرة تام إذا عنده إرادة يريد أن يعمل وعنده قدرة بها يقدر تم العمل وقد ضربت مراراً وتكراراً هذا المثال هذا أنا أمامي إيش ماء كأس ماء صح أريد أن أشرب وعندي قدرة على الشرب بالإرادة والقدرة قلت بسم الله شفت صح أو لا لو لم أريد ما نعطشان أو صايم وعندي أقدر أشرب بس ما أريد ما تم الفعل لو كان الماء أمامي وأريد لكن ما عندي قدرة موثوق ولا الماء بعيد ولا بيني بين الزجاد ولا أشوف بس ما نقعد أن أصلى ولا ما أقدر أشتريه يعني ها عندي إرادة لكن ما عندي قدرة أني أصل إليه ما يتم متى يتم شرب الماء بأمرين اثنين عندي إرادة وعندي قدرة أردت وقدرت فشربت صح السؤال من خلق في إرادة وقدرة بهما أفعل الله عز وجل فصح أن يقال بأن الله خلق العبد وخلق فعله لماذا؟ لأن فعله يتم بماذا؟ بإرادة خلقها فيه وقدرة قدره بها استطيع أن أن يفعل واضح؟ واضح؟ وأيضا ماذا قالوا؟ قالوا العبد مخلوق صح؟ وما صدر عن المخلوق فهو مخلوق إذن فعله لأنه مخلوق إذا أفعله مخلوق وما من خلقه؟ من خلقه وخلق أفعاله؟ الله عز وجل فقالوا الله خلق العبد وخلق أفعاله واضح؟ واضح؟ إذن هؤلاء ينفون ماذا؟ أن يكون الله قد خلق أفعال العباد طيب من خلقه؟ قال عبده الذي يخلوق أفعال نفسه إذن كفروا بالربوبية أشركوا بالربوبية حيث أثبتوا خالقين كثير بعدد لا يعلمه إلا الله غير الله عز وجل مع أن الله يقول إيش؟ الله خاله كل شيء تبهتم؟ طيب إيش الإشكال عنده هؤلاء؟ يعني العبد يفعل أشياء سيئة يفعل منكر يفعل فواحش يفعل الظل كيف تقول الله خلق العبد وخلق فعله؟ ها؟ خلق العبد وخلق الزنا؟ خلق العبد وخلق الظل؟ خلق العبد وخلق الكذب الذي يتكلم به؟ خلق العبد استشكرينا طيب يعني هالي إشكال يحملكم على ماذا؟ على أن تثبتوا خالقين غير الله وتكفروا بالربوبية هذا من عقيدة من؟ المجوس الذي أثبتوا لهذا العالم خالقين اثنين من هما؟ النور قالوا خلق الخير والظلمة خلقت الشر فأشركوا بالربوبية فسميت فرقة المعتزلة القدرية مجوس هذه الأمة لأنهم أشركوا بالربوبية فأثبتوا أكثر من خالق لهذا الكون مع أنه لا خالق إلا الله قال جل وعلا الله خالق كل شيء ألا له الخلق والعمر واضح؟ طيب بس فيه إشكال يعني الله يخلق الزنا ويخلق الظلم ويخلق الكذب ويخلق ها؟ اللطم ها؟ الله يخلق هذه الأشياء ها؟ ربنا جل وعا خلقها لكن تنسب إلى العبد أنه هو الذي يباشرها نحن قلنا الله خلقها لن نقول الله فعلها فرق بين الله عزيزي خلقها وبين الله فعلها من الفاعل؟ العبد وذاك العبد يفعل فيجازي الله على فعاله بما كنتم تعملون لمن يقال بما كنتم تعملون؟ لأهل الجنة ولا أهل النار؟ لأهل الجنة ولا النار بما كنتم تعملون فإذا صلى العبد من الذي صلى؟ الله عزيزي ولا العبد العبد وإذا تزوج العبد من الذي تزوج؟ العبد ولا الله عز وجل وإذا ولد للعبد من الذي ولد؟ الله ولا العبد وإذا كفر من الذي كفر؟ العبد وإذا صام من الصام؟ وإذا أكل من الأكل إذا ربنا ربنا جل وعلا خلق أفعال عباد لم نقول إيش أنه يفعل أفعال العباد وفرق بين الله عز وجل صفة أنه خلق وبين أفعال المخلوقين التي هي مخلوقة فهي من مخلوقاته وليست من أفعاله في فرق أو ما في فرق في فرق كبير كبير جدا وسأضرب لكم مثلا وإن شاء الله يزيل الإشكال وهذا المثل من بنات أفكاري يعني أنا مطلعة طيب كيف قلت الطبيب الجراح طبيب جراح متقدم يخطب من الناس طيب وحبيب ما شاء الله وحنون هو شغلة جرح طيب وحبيب وحنون وجاي خطب من الناس وشغلة يوميا شغل أجساد الناس ها هل وظيفته سيئة ولا حسنة خير ولا شر ممكن تصوره حبيبه طيبه جراحة ولا يمكن تصوره إذن أفعاله غير مفعولاته مفعولاته فيها شر لكن أفعاله خير بدليل أن هذا المجروح التي أجريت له العملية بعد ما فتح بطنة وفعل فيه وفعل فيه وطلعه ما زال مسكين تعبان يقول حق الدكتور الطبيب الجراح شي يقول له جاك الله خير أخ يعني فعل فيه خير ألا فعل فيه شر ها فعل فيه خيرا لا وكافة وإذا كان بعد ما هو طبيب حكومي يعطي فلوسه ولا لا ويعطي هدية بعد ودزاك الله خير وجون عياله زاك الله خير دكتور زاك الله خير أعطيك العافية تسلم إليك يا دكتور لأنه فعله خير ولا شر فعله خير طيب فجاء الزوار إلى هذا المريض شي يقول له سلامات سلامات ما شوف شر ما شوف شر هو شايف شر ايه شايف شر في الشقوق بطنة إذن هنا الشر أين موجود في وظيفة الطبيب الجراح ولا في في المفعول ولا في الفاعل هالفاعل فعل شرا فعل خير والمفعول هذا هو اللي في الشر فربنا جل وعلى أفعاله كلها خير حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء والشر ليس إليك والخير بيديك والشر ليس إليك ليس معنى الشر ليس إليك يعني لم يخلقوا الله الشر الله قال كل شي يعني إبليس ما رخلقه رعش الشر ما رخلقه ها الكفار المبتدع المجرمون الملحدون من خلقهم الله قال لكم إبليس من خلقه الله عز وجل أبو جاهل أبو لاهب فرعب من خلقهم الله عز وجل الله قال كل شي يعني ما في أحد يستطيع يقول له أبليس ما قلقه الله لو قال ذاك لكفر لما ربما جلع قال كل شي حتى أبليس يعرف هذا قال إيش قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين فحتى زيها الإشكال لابد أن نفرق بين أمرين اثنين ما هما فعل الله الذي هو الصفته ومفعول الله الذي هو مخلوقاته أين الشر خير الشر أين يوجد في مخلوقات الله ولا في أفعال الله في مخلوقات الله في مخلوقات الله لا في أفعال الله الله لا يفعله إلا خيرا إلا حكمة إلا رحمة ولكن المفعولات المخلوقات فيها خير وفيها شر فيها انبياء ومرسلون صدقون وصالحون وفيها شَر فيها كفر وظلم وزنات وسراق كلها مخلوقات الله عز وجل لكن الخير والشر أين وجود في مخلوقات الله وليس في أفعل الله طيب يعني أفعال الله خلق الشر نعم خلق الشر انت تظل شوي لو ما خلق الشر من خلقه يعني ابليس من خلقه اذا ما قلنا الله خلق ابليس من خلقه يعني في خال غير الله خلق إبليس من قال بأن إبليس خلقه خال غير الله فقط كفر بالله صح الله خال كل شيء بس هذا الشياطين وأباليس وكفر الظلمة عرفنا الله خالقهم لما خلقهم لا يسأل عن ما يفعلهم ويسألهم لكن نعلم بأن الله عز وجل حكيم ندرك من حكمتي ما شاء لنا أن ندرك لأن الله جل وعلا يقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وقد شاء الله عز وجل وأعلمنا فقال جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلى نيترجعون فخلق الشر للاختبار صح الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم إن خلق الله ما لا يحب لحكمة مترتبة على خلقه حتى يحصل الاختبار ماذا يحب الله عز وجل ماذا يحب قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لماذا تقولوا ما لا تفعلون كبر مقتل عند الله إن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلوا في سبيله صفا كأنهم بنياء مرسوس صفا كأنهم بنياء مرسوس زين طيب هؤلاء اللي يحبهم الله يحب جهادهم يقاتلوا من كفار يعني ما خلق الله كفار لن يحصل الجهاد في سبيله صحة أو لا أليس كذلك طيب من أجل الأعمال يتقرر به العبادة الله عز وجل الصبر إنما يوفى الصابر ونأجرهم بغير حساب كيف يحصل الصبر إذا ما في بلاء ما في أمراض ما في حشرات ما في ظلمة ما في غشاشين ما في ما في ما في ما تحصل مصائب التي ترتب عليه ماذا الصبر الذي ينال فيه الإنسان الأجر ويتقل منكم شهداء شهداء في سبيل الله كيف يصبح شهداء ما لابد كافر يقتل مسلم في سبيل الله فيكون شهيدا فدرجة الشهداء هذه المنزلة ما يبلغها الشهيد إلا إذا تسلط عليه كافر فقتل فصار شهيدا وهكذا فعلى هذا فقس أن الابتلاء طيب ربنا التواب الرحيم على من يتو على من إذا ما في شهوات وظلمة ومنكرات وهو الأخيرة ها ما ما أذنب أحد وما تاب الله على أحد لو لأنكم تذنبون وتستغفرون لده والله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيقفر الله لهم مما يستغفرون أصلا من الذنوب ما هي الذنوب هذه الشهوات التي خلقها الله فيرتكبها الناس فيستغفر الله عز وجل إذن هنا عرفنا أن الله لو حكم في خلقه لما لا يحب أدرك منها ما أدركنا وجهلنا منها ما جهلنا ولإزالة الإضاحة نقول حتى أنت أيها العبد الفقير معدود العلم والحكمة تفعل أشياء وأنت لا تحبها ولا لا تفعل ولا ما تفعل فقد يضرب الأب وإبنه ولا يرضى أن يمس ابنه بشيء لكن هو يضرب فلو جاء يشتكي قال ضربنا فلان ما يرضى وإلا بفلان مدرس ولا هذا ولا طالب مشاغب ضرب ما يرضى وليش ضربه ضربه بمعشار ما هو يقوم بضربه طيب أنت تضرب ابنك قال أن أضربه تعذيب ما أضربه تعذيب وفرق بين أضرب ابني لمصلحة تربيته وبين يضربه فلان لاعتداء في فرق ولا ما في فرق في فرق إذن هل يمكن أن نتصور أن إنسان يضرب ابنه وهو لا يحب أن يضربه ولكن يضربه ها رحمة به ولمصلحة دي ممكن أو ليس ممكن ممكن فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم للصلاة للسب واضربوهم لعشر أضربوهم والزودة تضرب تأذيبا قال فأضربوهم والحدود تقام جلد وقطع ورجل وهو لا يرغب المسلم أن المسلم يجلد أو يحبه في الله لماذا يجلده هو يحب الله رسوله لمصلحة تقوم على ذلك وهكذا يفعل العبد أشياء وأشياءه لا يريده لذاتها وأنهم يريده ما يترتب عليه ولا لا قد تتراكب على الإنسان غرامات عليه مع سفر ما يقدر يجد الجوازة ما يقدر يتحرك ما يقدر ما يقدر ما يقدر ولا عنديت في الغرامات قد يضطر إلى أن يسأل الناس يسألهم لماذا يأخذ هالفلوس يسألهم ويحصل لهم من الذل ما يحصل حتى يسدد يعني هو فرحان موصوط يسدد الغرامات هو موصوط يسدد على الغرامات لكن موه لكن ماذا يفعل يريد ما يترتب على دفع الغرامات وهو أن نرفع عنه الحضر فيسافر ويجدد جوازه ويدرس أولاده ويحصل ويصن مثل أواده ويمشي إذن هناك أشياء كثيرة قد يقدم الأب ابنه للطبيب الجراح ويدفع له المال حتى يجرحه هل يريد ذلك لماذا يفعل هذا يريد ما يترتب عليه فإذا كان العبد المحدود هذا يفعل أشياء وأشياء لغيرها لما يترتب عليها فكيف بيحكم الحاكمين لا يخلق مخلوقات لا يحبها ولا يضع عنها ومصرها لجهنم ولكن خلقها لحكمة بالغة يعلمه الله عز وجل علمنا منها ما علمنا وجهلنا منها ما ما عرفتم الله خالق ما يحب وما لا المسلمين وال الملائك وال والشياطين الله خالق كل شيء خلق العباد وخلق أفعالهم والله خلقكم وما تعمل أؤمن بهذا وخليك جازم يأتيك وعي يأتيك وعي يعني الله خلق اللوات لا بعد قول الله خلق الطاقة فلان قاعد الأطفال قول من خلق من خلق هذا الطاقة لقتل الأطفال من يعني بواحد آخر غير الله عز وجل خلق هذا الشرك بعد لكن قل لما خلقه أولا أنا ما أعلم لما خلقه قد أعلم شيئا ها قل 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 فلله الحجة البالغة صح ربنا يعلم وعلمنا بأن الله قد خلق الاختبار ابتلاع فالشر أين الشر يا أخوان في أفعال الله الذي صفته ولا في مفعولات الله التي مخلوقاته في مفعولاته المخلوقات لا في فعله ففعل الله كلها خير حتى خلق الله لإبليس خير الشرعين يا أخوان في إبليس ولا في خلق الله لإبليس في إبليس أما خلق الله لإبليس فهذا فعله وفعل الله كله خير كله كمان واضح؟ طيب كمم قال وهل صفات الله مخلوقة الجواب لا لأن صفاته سبحانه وتعالى كذاته كما أن صفات الإنسان كذات الإنسان مخلوقة وسنذكر في الفوائد إن شاء الله أن الناس انقسموا في القدر إلى ثلاثة أقسام مفرط مفرط ومقتصد أي مستقيم طيب يعني إن شاء الله تعالى لمن نوصل نقرأ كلام الشيخ بعد ما هيئتكم الآن بها المحاضرة تكونوا إيش قد استوعبتم فلذلك رحمة بكم نتوقف والله تعالى أعلم صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى صحبه أجمع